حكينا في الرموز جبنا سيرتها لسه ولا مثال عليها للي بيستعجل وقول لك أستاذ شو صار ولا إيشي ما صار إيشي احنا كنا نحكي شو هدول الرموز لجداد وكيف راح نشوفهم كمان شوي بيضل عندك هون نكتب ملاحظة إنه هاي عكس الرقم اللي بعد الـ x وهاي الكي هي الرقم اللي بعد الاقتران سواء كان موجب ولا كان سالب يعني هاي الأفكار المهمة نيجي هون عملخص مهم جدا للتزايد والتناقص والمدى صلوا عننا بي شوي حصة الماضية جينا عملنا هاي الحصة إنه كل واحدة لحال فصار الطالب ما يصدق على اللي فهم وحدة واللي احنا مغيرينها فلأ هالمرة بيدي اشتغل الملخص الملخص لساتك فرش هيك مصح صح خلينا حكي لك شوي المدى مربوط مع الاي إذا الاي موجبة وإذا الاي سالبة شو خطواته أستاذ تعال أقول لك إذا الاي موجبة راح يكون المدى من عند الصفر أو الكي لعند الموجب ما لا نهاية هاي الكي هون صفر تنساش وهون الكي بيكون رقم لعند الموجب ما لا نهاية بينما إذا الاي سالبة بيكون من سالب ما لا نهاية لكي هذا كله بده شرح بعرف هسه راح تشوفه بالشرح بالتفاصيل نيجي على التزايد والتناقص التزايد والتناقص مبني على قيمتين قيمة اي وقيمة بي قيمة اي وقيمة بي قيمة اي وقيمة بي قيمة اي وقيمة بي ليش كتبت 4 مرات؟ تعال أقول لك ليش إذا الاي كانت موجبة لهسه هو متزايد إذا الاي كانت موجبة لهسه هو متزايد لكن إذا الاي سالبة لهسه هو متناقص الاي سالبة لهسه هو متناقص طب ليش بتحكي لهسه يعني ليش طب ما خلص هيه متزايد طب ما هيه متناقص لأنه البيب تلعب دور زي الإشارة السالبة بالضرب إذا سالب وسالب موجب إذا موجب وموجب سالب إذا سالب موجب موجب سالب سالب نفس الإشي التزايد والتناقص تزايدين متزايد تناقصين متزايد واحد تناقص واحد تزايد واحد تناقص بصفي متناقص تعني أكتبهم كمان مرة البي إمتى بتكون متزايدة إذا كان الرقم أكبر من واحد لأنه إذا كان أقل من واحد بيكون كسر كل ما كبرت القوة كل ما ظغر المقدار فطول ما هو أقل من واحد وأكبر من صفر اللي هم الشروط الحصة الماضية بصير ينقص لكن طول ما هو أكبر من واحد بيطلع متزايد يعني متزايد مع متزايد رح يصفي هون متزايد نيجي على هاي إذا البي جاي بين الصفر وبين الواحد يعني كسر لكن البس تبعه أقل من المقام طول ما البسط أقل من المقام البسط أقل من المقام البسط أقل من المقام بيكون رسمته متناقصة متزايد متناقص مدامه من عكسه رح يكون الاقتران متناقص نيجي هون إذا البي أكبر من واحد يعني العدد أكبر من واحد أو كان البسط أكبر من المقام رح يصفي هذا متزايد اختلفوا هون سالب هون موجب رح يصفي متناقص آخر فكرة قبل ما نبلش بالشرح آخر فكرة إذا كان الاي سالبة والبي جاي أكبر من صفر وأقل من واحد زي هذول اللي حكيناهم قبل شوي البسط أقل من المقام سعيدها هذا كمان متناقص عندي تناقص تناقص إذا بصف الاقتران متزايد هس عبدنا نكتب الأشياء الأخيرة قبل ما نبدأ بالأمثلة فيه اتنين اجداد اليوم على التفاعل يبدأ أحكي لكم جملة إحنا دائما خطتنا إنه منحكي كل أفكار الحصة سواليف بعدين منمسك كل فكرة لحال بس هاي أفضل طريقة للتعامل أستاذي فتحت شات والله بتشتت لأنه أغلبكم بطق حنك بإشي ملوش علقة بكون بشرح بشغلة هو إي متى الحصة الجاي طب يا عم إحنا قاعدين منشرح في إشي كتير مهم بعدين منحكي عن الحصة الجاي تعالوا نشوف آخر مهارة في الحصة في الاقترانين سواء اللي على اليمين أو اللي على يسار يا يوزر غضبان اللي صار ينزل غضب المجال دائما آر اللي هو الأعداد الحقيقية اللي هي من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية وحتى الشكل الثاني حتى الشكل الثاني آر الريل نمبر الأعداد الحقيقية من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية يعني دائما يا أستاذ آه دائما حكينا المجال ما بتأثر فيه كمان جملة دائما دائما الاقتران واحد لواحد دائما الاقتران الأسي بالشكلين تبعوا واحد لواحد أستاذ شو يعني واحد لواحد يعني اللي حضر الحصة الماضية متذكر إنه كانت الرسمة تيجي معنا وحدة من هاي الرسمات يا طالعة زي هيك يا نازلة زي هيك يا طالعة أو نازلة على المحور اللي تحت يعني زي هيك مثلا في كل هاي الاقترانات لو مدينا خط أفقي راح نصيب بنقطة واحدة اللي بيسموه واحد لواحد مدينا خط أفقي راح يصيب بنقطة واحدة واحد لواحد محضر لكم السؤال بآخر الحصة عن كلمة واحد لواحد هاي خط أفقي صاب هون إذن واحد لواحد طب شو فوائده فوائده يا حبيب القلب هي دورة التميز اللي بتحدى حدا يشرحها غيرنا تعال أوريك إياها شوف الوزارة لما بتلعب بالمفاهيم كيف الناس اللي مش فاهمة بتضيع أي مما يلي اقتران قصي خلينا نشوف هالشباب والصبايا اللي معنى على التفاعلي كيف بدهم يساعدون في المسجل إنهم يشوفوا شو الإجابة هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث وهاي أربع هون راح نسمي الرموز A B C و D جهز حالك انت وياه نشوف مين فيكو لقط مين اقتران السي واحد لواحد يلا بلش أي واحد فيهم هو الاقتران للأس يكتب في ناس تكتب واو آي يا معلم آي و C يلا يا معلم كله كتب C يحماك وربي تعالوا خن C ليش هو واحد لواحد ليش السي يا أستاذ هو اقتران واحد لواحد زي ما فهمناك هذا راح نفهمك هذا ولكن اللي حكيناهم بس ركزت عاي الفكرة لأنها مهمة لأنه إذا مدينا خط أفقي هون راح يصيب بنقطين إذا هذا مش واحد لواحد مدينا خط أفقي راح يصيب بنقطين هذا مش واحد لواحد مدينا خط أفقي راح يصيب بنقطة واحدة إذا هذا واحد لواحد أكمل فيش داعي لو كملي نقطة نقطين ثلاثة فبما إنه مش واحد لواحد إذا هو مش اقتران أسي مشان هيك في مصطلحات الناس دولا ما هو ما بيجي عليها ما هو دايما اقتران واحد لواحد لا بيجي عليها زي هيك اللي فهم هدولا يرفع نار زي ما رفعت نار هون يا يوزر راح ترفع كمان شوي تخافش إحنا بس منحكي الجمل ومنمسكهم جملة جملة يالله نبلش هايوزا رفع لنا ابتسامة أخيرا كان سنفور غضبان صار سنفور مبسوط نيجي على المدى المدى يا حبايب القلب بدي أكتب لك زي ما كتبت لك فوق إذا الإيه موجبة فالمدى لهذا الشكل يبدأ من عند الكيه لعند الموجب ما لا نهايه ونفس الإشي هون إذا الإيه موجبة فالمدى من عند الكيه لعند الموجب ما لا نهايه لكن يا حبيب القلب الكيه هون تساوي صفر فمشان هيك هون من صفر لموجب ما لا نهايه الكيه هون يا أستاذ كمان شوي منشوف أرقام عليه هكيه أستاذ كمان واحدة حاضر إذا الإيه سالبة رح ينعكس المدى يصير من سالب ما لا نهايه لعند الكيه بس الكيه يا أستاذ بهذا الشكل صفر إذا نعم من سالب ما لا نهايه لصفر طب هون يا أستاذ إذا الإيه سالبة إذن المدى رح ينعكس من سالب ما لا نهايه لكيه وهلا رح نشوفه كل عياتهم نيجي شو خط التقارب الأفقي؟ دايماً خط التقارب الأفقي هو Y يساوي K وهون يا أستاذ الك تساوي صفر أحسنتوا إذن هون Y تساوي صفر طبع الجهة الثانية ال-Y تساوي الك وك كمان شوي راح نشوفها المقطع مع Y هون أو هون هو صفر وF الصفر F الصفر متذكرينها اللي كنا نحط محلك ال-X صفر في الحصة الماضية علينا سبع أمثلة على F الصفر مش جديدة علينا لكن إلها اسم المقطع مع Y هس يا حباي بالقلب 13 سؤال أول اتنين راح يكونوا للشرح والمخمخة بعدها منفتح ومنبلش نسولف أنا وإنتوا عبينما كل واحد في التفاعل يفهم سأيت كل واحد محضر مسجل من الأسئلة اللي سألوها راح يكون فاهم هاي هي الفكرة الرئيسية في حدا كاتب علقت الحصة بيكون طلع خليني أفتحس الحصة ثواني ونشوف إذا بالحق يرجع مع أنا يلا نشوف أرسم الاقتران 2 to the أو 2 ضرب 2 ضرب 3 قوة X أستاذ رسمنا الحصة الماضية نعم ورح أرجع أرسم لك يا من أرقام الحصة الماضية حكينا العكوريات بتختار خمس أرقام شو هم يا حبايب القلب السالب 2 السالب 1 السفر والواحد والاثنين كقيم للإكس قد قيم الواي يا أستاذ مشان نكتب إكس مع واي كيف بدنا نقولهم؟ كلمة إكس تساوي سالب 2 يعني محل الإكس بدنا نكتب سالب 2 والسالب 2 ممنوع نشتغل عليها اللي عاد شو نعمل؟ بقلب وبخليها موجبة بتصير 2 ضرب 3 1 على 3 قوة 2 يا مريم الغضب اللي طلعتيه واترتين يا بنتي الثلاثة هاي لما قلبها بتصير 1 على 3 قوة 2 غطوا على الغضب تبع مريم اللي متذكر هاي من الحصة الماضية يرفع نار أها شفت يا مريم انبلش أضرب ولا أربع؟ لا والله بربع بتصفي 1 على 9 رح نضربها ب2 بتصفي 2 ضرب 1 على 1 ضرب 9 قلنا البسط بالبسط والمقام في المقام إذن السالب 2 رح يطلع معها 2 على 9 إذن كنقطة هي سالب 2 مع 2 على 9 نمسح يا قانسة مريم غضبون ونشوف السالب 2 اللي كانت هون لو كتبنا بدالها سالب 1 مشان نطلع قيمة هاي ونكتب محلها واي بدنا نعوض محل الـ x سالب 1 نبدأ هاي السالب بقلبها بتصير 1 على 3 قوة موجبة بعدين رح نضرب ب2 أي إشي قوة واحد راح الواحد وجوده عدمه واحد رح يصفي 2 ضرب 1 على 3 وال2 ضرب 1 على 3 جوابها 2 على 3 سبق أن طرحناها بنفس الأرقام بس مشان أوريك الخواص كيف نتعامل معها فبيصفي سالب 1 مع 2 على 3 نيجي على الصفر f الصفر يا أستاذ بحط محل كل x صفر تعال خلينا نشوف هاي محل الـ x اللي فوق بدنا نحط صفر أضرب ولا أربع أحط قوة أضرب ولا كعب حكينا القوة أولوية إذن ثلاثة قوة صفر جوابها واحد رح نضربها ب2 فبيصفي الجواب هون يساوي 2 إذن صفت صفر على الـ x 2 على الـ y كمان واحدة بلشت هلأ تسهل ليش تسهل أستاذ لأنه لما نحط محل الـ x1 الـ 1 عدد موجب لا رح أقلب ولا رح أتعب بضرب 2 في 3 والله 6 من وين جبناها إنه الثلاث قوة 1 ثلاث ضربنا بـ 2 فبتصفيه 6 إذن هون رح يطلع 6 وهي 1 مع الـ 6 آخر حبة للي تحب حباي بالقلب يلا نشوف شو رح يصير معنا بسم الله آخر واحدة بدنا نحط محل الـ x2 بسم الله ها نيجي هاي 2 أضرب ولا أربع لا والله بربع ثلاثة تربع 9 ضرب 2 والله 2 في 9 18 إذن منيجي هون ومنكتب 18 وهي 2 مع 18 الكل حاضر الحصة الماضية فسؤالي واضح إذا فاهم ارفع نار وإذا مش فاهم ارفع غضب عادي بدأ شوف إذا في حدا مش فاهم لهون كيف رسمنا طيب مدام طلعنا هدول هالسا بدنا نرسم لك الشكل الأخير للاقتران شوف لي هذا نرتب أمورنا أول إشي منحط قيم الـ X من أصغر وحدة لأكبر وحدة السالب 2 السالب 1 الصفر اللي هي هون already بتكون مكتوبة في اجدائي تكتوبها والواحد والاثنين قيم الـ Y يا أستاذ كيف بدأ حطها أهم إشي الأعداد الصحيحة مين الأعداد الصحيحة اللي على الـ Y الاثنين الـ 6 والـ 18 طب الباقي يا أستاذ منقدرهم تقدير 3-3 قل أكبر بس أكثر من هي ما أحد أطالب منك هاي الـ 2 هاي الـ 6 وهاي الـ 18 أبعد منهم بعد ما عملنا هاي الحركة الثلثين 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 الثلثة هالسابعة الماكيف تعملها على السريع حص الماضي هيك كنت أعمل أجي أقول لك اسمع عشان ترسم الـ 2 مع 18 كنت هيك أعمل لك وأقول لك وين خبطوا ببعض والله يا أستاذ خبطوا ببعض هون ونحط النقطة هون هاي المرة بدنا نصير نقدرها تقدير بما أنه حصتنا اليوم مش رسم إذن هاي الـ 2 مع الـ 18 نيجي الـ 1 مع الـ 6 فرح تيجي تدوّرهن ونشطب هاي الصفر مع الـ 2 رح تيجي تدوّرهن طب السالب 1 مع 2 على 3 المهم تحطها تحت الـ 2 بقديق ولا بأي شي نزل لك شوي طب 2 على 9 تحتيها بأكثر معقول يا أستاذ الـ 2 على 3 أكبر من الـ 2 على 9 اه لو معاي 2 بدي أقسمهم على 3 أشخاص بطلع لكل 1 point تقريبا 6 بينما لما بدي 2 أقسمهم على 9 رح يصفي point 3 بديش أدخل معك بالكالكوليتر أنا أكيد كل ما كبر المقام كل ما جل المقدار كل ما زغر المقدار فمشان هيك بعد ما حطينا هاي هيك تقدير جينا هاي قدرناها تحتها هسا كيف بدي أكمل يا أستاذ والله يا حبيبي ضايل أمد بينهم خط هسا بدي تفتح مخاكم نيح مشان الشرح تبع قبل شوي أوريه شو عملنا فيه يلا رح أمد بينهم خط ما يل يمر فيهم كلهم وأنا بكتب فيهم من اليسار لليمين طالع ولا نازل فتحت الكوشات إذن زي ما كتب حسام بما إنه طالع هذا متزايد مجال الاقتران يعني من وين لوين مسموح لأدخل أرقام حكينا دايما من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية التي تسمى أو الأعداد الحقيقية طب المدى التقارب المقطع مع واي الاقتران واحد لواحد دائما آه كيف بدي أشرحهم بدي أعيد لك يا يوزر غضبان قبل شوي كل واحدة منهم برموزها فوق بعدين مننتقل لها هون المدى حكينا إذا الآي موجبة زي ما هلأ رح نحكي لك عن الآي رح يكون من عند الصفر لعند الموجب ما لا نهاية أو من عند الك لعند الموجب ما لا نهاية هذا الشرح تبع قبل شوي بس هلأ رح نثبته كفكرة وفعليا المدى هي من عند الصفر هاي ها وطالع طلوع للموجب ما لا نهاية لكن إحنا مجايين غير نخذ الرسمة كنرجع لما نيجي نكتب الخواص ما تحس حالك حافظ بس مش فاهم خط التقارب الأفقي حكينا خط التقارب الأفقي لما الواي يساوي ك وبما إنه ما في جمع أو طرح هون إذن الك تساوي صفر المقطع مع واي يعني صفر وف الصفر الصفر سهلي ف الصفر والله ف الصفر هاي ها جاوبناها قبل شوي وكانت اثني فسعيتها بصير الواحد قادر إنه يفهم الملخص تبع أخو أسامة لعكور يلا كمان مرة بدون الرسمة هالمرة ها كيف بدنا نطلع الخواص بدون الرسمة تعال وريك كيف نطلع الخواص بدون الرسمة نبدأ بعد بسم الله كان قيمة ايه والله يا جماعة قيمة ايه هو الرقم الأول اللي هو اثنين هيحطينا اثنين كم قيمة بي هو الرقم الثاني اللي هو ثلاث كم قيمة اتش الجمع والطرح مع اكس ما فيه إذن الاتش تساوي صفر كم قيمة كي والله ما فيه جمع وطرح هون إذن الكي تساوي صفر اللي بعرف يطلع هدول يرفع نار ما بدي ترفع غضب لو مش عارف عادي لأنه لسه هاي أول مثال لكن أنا بحكي للي والله الستوديو ممتازين شو بيفيدوني هدول بيفيدوني هدول زي ما حكينا قبل شوي مجال الاقتران الاسي دائما ر يعني الاعداد الحقيقية من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية الاقتران الاسي دائما اقتران واحد لواحد لأنه بصيب بنقطة واحدة ما بصيب بنقطة فهي دائما هاي مدى وتقارب ومقطة مع واي وتزايد وتناقص كيف بدي أفهمهم بدي أشتغل معك حبة بحبة عند الكي اللي هي صفر لعند الموجب ما لا نهاية خط التقارب دائما عنده واي يساوي كي وفي حالتنا الكي صفر زي ما حكينا إذن واي تساوي صفر المططع مع واي دائما عنده صفر وصورة الصفر اللي هي ف الصفر وبحالتنا هي اثنين بدي هلا أطمن عشغلة واحدة منكو بس مش أكثر ولا أقل بما إنه وهلا رأفتح شات أسيبني من أي كلمة خارج هذا الجواب اللي هلا رح أطرحه بما إنه موجبة يعني متزايد البي أكبر من واحد يعني متزايد تزايد مع تزايد شو رح يطلع الشكل العام للاقتران من اليسار لليمين يلا اكتبوا شو بطلع